كيف تصبح شخصاً دبلوماسياً؟ كثيراً ما نسمع عن شخص ما بأنه شخصية دبلوماسية والشخصية الدبلوماسية تعني ببساطة المرونة في التعامل والابتعاد عن شن الخلافات مع الآخرين من الأصدقاء والزملاء والأحب والشخص الدبلوماسي غالباً ما يؤدي دور المصلحة الاجتماعي بحيث يمتاز بفصاحة اللسان والقدرة على الإقناع كما أنه يجيد بس أجواء السكينة والهدوء في المجالس المشحونة بالخلاف كذلك فإنه موضع ثقة الآخرين يأتمنونه على أسرارهم الشخصية ويستمعون إلى آرائه ونصائحه بكل اهتمام لاعتقاديه ما الأكيد بموضوعيته وقدرته الكبيرة على التقييم المنصف بحيادية والآن نريد أن نعرف كيف نصبح أشخاص دبلوماسيين أولاً اتقن فن الإنصات لحديث الآخرين بحيث تستمع إلى المحيطين بك وما يقصدونه تماماً من حديثهم وإظهر لهم بأنك مهتم بالتفاصيل الدقيقة لأمورهم وأنك مدرك لما يحيد بهم من الأمور ومتقبل للردود أفعالهم وأقوالهم اتجاهها وتفاعل بشكل واضح بحديثك وإيماءات وجهك ونظرات عيونك ثانياً بادر بترحي الأسئلة وقت احتدام الخلافات حيث أن توجيه الحوار نحو الأسئلة بدلاً من الصراخ وسيلة ناجحة في تخفيف حدة المشكلة وتجعل طرفي الخلاف يتجهون للتفكير العميق بإجابات وافية ومقنعة للأسئلة كما يمكنك استخدام أسئلة تحتاج إلى تفاصيل طويلة وشرح وتجنب الأسئلة التي يجاب عنها بمشاعر أو انتباعات كالحب والكر ثالثاً كن محايداً في رأيك الخاص اتجاه أي مشكلة تحدث بين طرفين مقربين لك فإما ألا تتدخل تماماً بينهما أو تعطي رأيك بتجرد أو موضوعية أو استخدم أسلوب الفكاهة والمرح للانسحاب الزكي من إبداء الرأي كي لا تخسر أحد الطرفين بوقوفك مع أحدهم ضد الآخر رابعاً حافظ على هدوءك في المواقف الحرجة والصعبة خاصة في مجال الأسرة أو العمل واحذر أن تفقد أعصابك وتغضب بل اهدأ قبل أن ترد على من يستفزك لأن فقدان السيطرة على الكلام وقت الغضب يؤدي إلى خسارات كبيرة أما النقطة الخامسة ابتعد عن أجواء النميمة وخاصة في مجال العمل وتجنب المشاركة في الحديث عن مديرك أو زميل لك بل انصح زملائك بالتوقف عن النميمة لأنها خلق غير لائق سادساً ضع للآخرين حدوداً في تعاملهم معك بأن تكون حازماً بلا بقة دون استخدام الأسلوب التصادمي وضع لنفسك قواعد أساسية ومبادئ لا تتغير واستمر عليها أما النقطة الثابعة والأخيرة استخدم لغة الجسد في التواصل مع الآخرين مثل أن تنظر في عين من تخاطبه وتبتعد عن الضحك المستمر لأنه يعطي الآخرين انتباعاً بأنك غير جاد فيما تقول وتجنب التلويح بيديك خلال ترحك للأفكار لأنها توحي بالعدوانية والتخبط ترجمة نانسي قنقر